عايز سألك على واحد وعسألك على واحد هديك اسم وانت تتكلم عنه شوية محمد عبد المنعم لا منعم عامل موسم كويس جدا وانت بتسألني على حد تابعنا يعني ايوا تابعكوا اوي ها لكن هو عامل موسم رائع بصراحة وطبعا طرق شاف الجوم بتاعه في المغرب طرق ايوا طبعا كان عندي ماطش تاني يوم لأ لا هو عامل موسم كويس انا اللي كنت في المدرك عامل موسم كويس وياسر كمان لكن منعم طبعا عامل موسم باعتباره وبقاله موسمين بس بيلعب في النادي الاهلي يعني فانا هو ابن النادي الاهلي من مدرسه الكورة لكن انا بشوف انه هو مدافع قوي وهي يعني فيه الناس ساعات بتعترض على شوية حاجات بيعملها ساعات في اللعب مع الوقت هيتطور مع الوقت والكلام والكلام ده هيتطور هو من افضل اللعيبة اللي بتقطع في كرات السابتة على القريبة بيلعب دماغ كويس هو بس في المكان ده مش محتاج حتة زيادة حتة زيادة طبعا انا بقول لك لي بقى لان يا كابتن ضيئة ما تيجي تلعب على مستوى هتنلعب على الدول المصر لان ما تيجي تلعب على مستوى اعلى وتشتغل الشغلانة دي مع لعيبة مختلفة لا هتقامل المشاكل فبالتالي لازم تتقلل منها بس مش عالفة كابترق وكابتن ضيئة تلاحظ ده يا هو كان بيلعب دماغ بيلعب مع المنتخب ما كنتشتغيله مثلا ولا خطأ في الاهلي في الموباراة الكبيرة بتلوش ولا خطأ بحس ان عبد الماغ مرتبط بالتركيز ان هو لو مركز قوي ما بيعملش بقى لحتة زيادة دي الزيادات دي طبعا اكيد بيتكلموا معا فيها ما بيجيش في المطشاط بيحاول يعمل زيادة بتاع لكن مع الوقت مع الكلام معا والتكرار ولا هو هيلاقي فيه انتقاد حتتغير النهاردة لما تنرفيش شوية زعلت منه انا بشوف ان مناقشة ملعب ساعتها لانه انت سبتي ده روحت من ده طبيعي لكن في ظل المطش واهميته بتعدي الحاجات دي منوشات طبعي انت كجازة انت بقره بتعديها لا 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 طبعي وكل اربعي يعرف يتعامل مع الحاجات دي كويس عوضي